بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب معدل أسكندرية العالي للإعلام المحاضرة السبعة لمادة التصوير الصحفي الفرقة الثالثة قسم صحافة النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع جديد وهو أخلاقيات الصورة الصحفية احتلت الأبعاد الأخلاقية والقنونية لإسخدامات الصورة الصحفية مجالاً مهماً لدراسات الصورة الصحفية وذلك لأهمية الصورة والأدوار العديدة التي أصبحت تؤديها بفاعلية في المجال الصحفي والتطورات العديدة اللي شاهدها إنتاج الصورة الصحفية خلال السنوات الماضية أول حاجة في القضايا الأخلاقية المرتبطة بالصورة الصحفية مصدقية الصورة الصحفية يأتي في مقدمة القضايا الأخلاقية المصارى قضايا الموضوعية ومصدقية الصورة الصحفية والرقابة بتعتبر الموضعية أحد العناصر الرئيسية لمصدقية وسائل الإعلام كلما كانت موضعية الوسيلة أعلى كلما علت مصدقيتها علشان طبعاً بيبقى فيه نزاها وبيبقى فيه دقة وبيبقى فيه توازن وبيبقى فيه اكتمال وبيبقى فيه موضعي ما فيه الشك أن صدقية المعلومات المصورة تأتي من قدرة الثقة الموضوع فيها بصفتها نقلاً آلياً للواقع كانت الثقة فيها عالية سواء كان ذلك عن خطأ أو عن صواب لكن أنا مع برامج الكمبيوتر زي برامج الفوتوشوب بنجد أنفسنا أمام مشكلة أخلاقية وسياسية وقانونية حيث تستعمل المؤسسة الإعلامية هذه البرامج من أجل محوء ما لا يعجبها وتحميل ما يناسبها من هنا تبرز مشكلة أخلاقية ألا وهي كيف يبكي لوسائل الإعلام تغيير الصور إن التغييرات التي يتم إدخالها على هذه الصور كثيراً ما تكون غير مبررة أخلاقية وتتناقض مع أخلاقيات الإعلام وقد سمحت الكثير من المؤسسات الصحفية في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بعمليات التعديل والتغيير والتلاعب والتلاعب الرقمي في الصور وهو ما أثار المخاوف من إمكانية استخدام هذه التقنيات في تصنيع فضائح للأشخاص كما أدى إلى تناقص مصدقية الصحافة ووسائل الإعلام ولكن الأسليم الجديدة التي عرفت بعملية التلاعب الرقمي قد مكنت وسائل الإعلام من إدخال أو حسف أي تفاصيل من الصور وهذا ما يشكل إساءة لتقديم الحقائق فقد غيرت سيطرة التكنولوجيا التصوير الجديدة من كل ذلك فبمجرد دخول الصورة إلى الوسيط الإلكتروني يمكن أن يتم تغييرها وتشويها أو أن تعدل أو أن تدمك في صور أخرى بطريقة جيدة لا يمكن التحقق منها ومن ثم لا يصبح هناك صور أصلية على الإطلاق فتقنيات التصوير الرقمي وإمكانية إدخال التعديلات على الصور أصبح يهدد مصدقية الصورة ويجعل معظم الصور غير قابلة للتصديق وإذا كانت الصورة الخبرية ليست حققية فماذا عن الكلمات المحيطة بها لذلك اجتمع 15 عدو من مدير أقسام التصوير في الصحف والمجلات الأمريكية لمناقشة هذه الأزمة خلال اجتماعهم نقش الاجتماع كيف أن التقنيات الحديثة للتصوير الرقمي فرضت خيارات أخلاقية جديدة على الصحفيين وعبر هؤلاء المديرين عن مخاوفهم الشديدة من تزايد عمليات التلاعب في الصور والتي تظهر بشكل متزايد في المجلات وصحف الطابلويد وقد تناول أيضا نصاق الجمعية الأمريكية لمصوري وسائل الإعلام له American Society Media Photographs الصادر عام 1993 هذه المشكلة حيث نص على التصوير بأمانة وعدم تشويه الحقيقة بشكل كبير ومقصود في الصور الإخبارية وعدم تغيير مضمون أو معنى الصورة الإخبارية وعلى المصور الصحفي أن يرفض أي تعديلات على الصور بهدف التلاعب في مضمون الصورة أو معانيها كما نص المصاق على أنه يجب على الناشرين أن يرفضوا تشويه الصور والتلاعب بها كما نص المصاق أيضا الذي أصدرته لجنة الشكاوي البريطانية عام 1997 على أنه يجب على الصحف والمجلات عدم نشر أي مواد مضللة أو مشوهة بما في ذلك الصور الصحفي اتنين حق الملكية الفكرية من الأقضايا الأخلاقية المصارى ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية للصور الصحفي النهاردة التصوير الرقمي وأجهزة الكمبيوتر جعلت من الممكن تعديل الصور وبقى مشكلة لأصحاب حق النشر والتأليف الأصليين حيث يمكن انتحال الصور من خلال مسحها أو ادخالها في نظام الكمبيوتر كما يمكن تعديلها أو وضعها في إطار جديد الخط الفاصل بين الترخيص الفني بحقوق النشر والتأليف وانتهاك هذه الحقوق ليس فاصلا بصفة دائمة نصة المادة الأولى من قانون حق المؤلف سنة 1954 حق المؤلف ده رقم القانون رقم 254 لسنة 1954 إنه يتمتع بحماية هذا القانون مؤلف المصنفات المبتقرة في الأدب والعلوم والفنون أي أن كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنفها ثم ظهرت المادة الثانية من نفس القانون أن هذه الحماية تشمل مؤلف المصنفات الفوتوغرافية ثم تذكر أن الحماية تشمل بوجه عام مؤلف المصنفات التي تكون مظهر للتعبير عن الكتابة والصوت والرسم والتصوير أو الحركة بينما ينص المشارع الفرنسي في المادة الثالثة من قانون حماية الملكية على أن الصور الفوتوغرافية تعتبر من الأعمال الذهنية أي أن كانت شكلها أو طريقة التعبير عنها أو قيمتها أو الغاية منها ثاني حاجة عندنا حق الخصوصية ومن القضايا الأخلاقية المصارى أيضا بشأن الصور الصحفية حق الأفراد في الخصوصية والتي لا ينبغي أن يتعداها المصور الصحفي حيث تعتبر أخلاقيات التصوير الصحفي بشكل خاص أخلاقيات وتشريعات هامة خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة انتهاك خصوصية الأفراد تنوص العديد من التشريعات الإعلامية وقرارات المحاكمة على ضرورة حماية مبدأ الحق في الخصوصية ويستمد هذا المبدأ أصول القانونية من مقالة نشرت في أحد الصحف سنة 1890 أن بيهتموا بضرورة أن يمكن أن يتحقق الأفراد من نتيجة اقتحام وسائل الإعلام لحياتهم الخصوصية طيب على سبيل المثال بقى نضرب مثال في حق الخصوصية في عام 1986 قام المصور الصحفي جون هارت بيعمل بجريدة ثلد كاليفورنيا بتصوير جث الطفل عنده خمس سنوات أثناء التقاطه غريقا في إحدى البحيرات وقام المصور بالتقاط صور لوالدي الطفل وأخيه الأكبر في لحظة فتح الحقيبة التي تضم جثمان الطفل للكشف عن وجهه وفي هذه اللحظة إنحنى الأب فوق الجسد ثم ضغط بقبضة ليغلق عينيه الضحية وهو يبكي بشدة وقد وقف الأخ الأكبر يصرخ على طرع أمه قد استخدمت الجريدة هذه الصورة اليوم التالي للحدثة كما قدمتها إلى وكالة الإسوشيت بريسة التي وزعتها على المستوى القومي وخلال يومين طلقت الجريدة الكثير من المكالمات الهاتفية من القراء يحتجون فيها على هذه الصور ويعتبرونها غزو لخصوصية الأسرة وأيضا نشر الجريدة الميدان المصرية بتاريخ 28-5002 صورة عارية للرئيس السادات بعد وفاته في الصفحة الأولى وهي صورة تتنافى مع الأخلاقيات المهنية وأخلاقيات النش حيث أصارت هذه الصورة غضب الكثير من الجماهير وقامت أسرة السادات برفع دعوة قضائية ضد الجريدة بسبب نشر هذه الصورة لذلك يجب على المصور الصح في الالتزام بالأخلاقيات التي يلتزم بها المخبر والمحرر معا إضافة إلى ذلك يشترد دائما ألا تلتقط صورة ما لأي شخص ما دون موافقته وبكده خلصنا محضرات النهاردة شكرا جزيلا